بس دكتور أبعث لك أنا على الإيميل الشغلة ثانية بدي أنوه إلها في أنا إلي إيميلين في إيميل كدكتور الجامعة في إيميل لما كنت طالب الإيميل هذا أوقات في بعض الطلاب يدوره وكتبه حمز الكوفح بالإنجليز يطلع معاه إيميلي القديم أيام ما كنت طالب ولقيت كثير طلاب بيبعثوا لهذا الإيميل فالإيميل ينتهي بصفر تسعة إيميلي قيامك قبل عشر سنين لما كنت طالب إيميل الحالي ما فيه أي شيء مع أرقام ولا أي شيء فتأكد أنك تبعث على الإيميل اللي أنا منزله على الإيميل أو على الإيميل اللي بتشوفه قدامك في التيمز دكتور لو سمحت كيف بدي أشوف علامتي في المد علامتك في المد نازلة على النظام مفروض على نظام الخدمات تبع الطلاب تدخل تشوف علاماتي مفروض صار في بونس لا لا علامات زمه هنا طيب وما دت الفايل حكينا عنه من قبل حكينا عن مادة الفايل من قبل تسجيل قديم احذر المحاضر اللي راحت بتشوف التفاصيل كامل شابتر سبعة نعم شابتر سبعة شابتر انجينيرينج ايش محظوف منه موجود على الإلييرنينج إذا تفتح الإلييرنينج موجود كل التفاصيل ورفعت لكل سلايدات تبعة شابتر نتوركينج تمام دكتور آخر سؤال تفضل انا باعث لك على تفضل شاب الكندي يسأل ايش باعثت لي دكتور انا باعثت لك على الإيميل الإجابة لانا حللتها صح وطلعت غلط حالينا حطنا غلط عندي فانت حكيت بالإيميل ان اعطتني الدرجة بس ما رفعتني ولا اشي بتكون انت نفكر بله ارجع التم تبعتك وطلع على الأسئلة مرة ثانية دكتور هاي سؤال السي بي والسي أم والسي بي طيب بله ارجع ابعثت لي مرة ثانية احكي لدكتور هذا نفس السؤال اللي لست في إشكالية لانه انا عاست صلحه مرة ثانية بدريش اذا التصليح رجع اعمل إشي غلط خلينا ارجع تأكد انت اشوف الإشي على أرض الواقع بس ارجع ابعثت عن نفس الإيميل تذكير يلا حقيني آخر سؤال فضل بعثت لك على الإيميل عشان هذي كل مرة عن الغياب وحكيت حتشوفه ورديت وقلت عمال اللي عليك المن بعد نفس الإيميل اللي ببعثت عليه عامة رديت وعثت عليه وما كانش فيه رج ما انا لسه الغيابات ما بلشش انزلهم يعني لما اجيب بلش انزل الغيابات نازللي نازللي عامة يعني نازللك الغياب من الاسبوع اللي راح اللي قبله وانا انا بحكيه لك ومتى من خلص المادة الاسبوع هذا ان شاء الله نحاضر الجاي عشان نلحق نخلص الاسبوع هذا ما جابكوش السبت الجاي خلينا نبلش طيب دكتور تقررت مادة الفاينال حذر التسجيل الاخير حكينا فيها التفاصيل طيب شباب اخر مرة وصلنا فيها حكينا عن اللي تروجين هورسز مين يحكيه مين يذكرني سريعا ايش كان فكرة اللي تروجين هورسز ايش زي هدية ايش تاخده تطوير عبارة عن زي ااب او برنامج مثلا بيبين بالاول انه مفيد يعني منيح بعدين بس يشتغل بكون اشي مضر يعني اوكي مي بالمية اه حلو بس تروادة اه اه نفس ترجمة اه حسان تروادة نفس القصة التاريخية بس موجودة في عالم الكمبيوتر انه بيستخدم لنشر الفيروسات هسا اه حلو انك تفهم المصطلحات او المفهوم بطريقة يعني مبسطة بس تكون عارف المصطلحات المرتبطة بهذا التعريف يعني عساس لما يتكرر هذا النوع من الاسئلة بالامتحان او الكوزز تكون انت يعني اه عارف هاي المصطلحات وعارف هاي الكلمات يعني دائما اه حاول انك اه انتحوق يعني التعريف اللي دك اه اه تحفظه مثلا يكون على اساس الاشي المذكور بالسلايدات على اساس انه اه يعني لما تنسأل عنه تعرف بالضبط عن ايش احنا قاعدين منيحكي تمام فهذا الشغل خليها في بالك لما تطلع على التعريفات طيب فكان التروجين هارس بكل بساطة هو يعني اه برنامج ضار الهدف منه انه يخدعك بانه الاشي اللي انت قاعد بتنزله عبارة عن اشي انت بتحتاجه اشي مفيد بس فعليا ضمنيا بيكون بيعمل اشي خبيث او اشي مخرب تمام بالباك كراوند بس هو ايش الفكرة منه انه استل لما تشغله بيشتغل معك طبيعي مثلا زي مثلا زي العلعاب المكركة بنزل لعب مستروقه مثلا بتشغلها او برنامج مستروقه بتشغله بيشتغل معك البرنامج وكل اشي طبيعي بس ايش صار بالباك كراوند ايش عمل لك بالجهاز من جوا الله اعلم تمام طيب بالمجمل ايش ايش التروجين هورسز بتعمل بالمجمل بتكون في داخلها اشي اسمه باك دور او روت كت اوكي هذولا الباك دور او الروت كت هي عبارة عن برامج بتخلي الهاكرز يقدروا يتحكموا بجهازك تمام لما الهاكر يتحكم بجهازك بيصير اسم الجهاز تبعك زومبي ليش زومبي او فكرة الزومبي بتعرفوها بالافلام بتاعات الامريكان يعني هورر موفي بتكون على شكل هذول ال مين نوصف ايهم طريقة بسيطة اوكين ديد الموتى اللي بيمشوا او كده بيكونوا يعني ما لهم كنترول بيمشوا وراء يعني ايش يعني زي غريزتهم بيمشورة الأكل بيمشورة كذا شغل ازاي هيك فانت يعني لما تتحول لزومبي بتصير زي كي انك اشي اندر كنترول تبع لهذا الفيروس اصلا الانفكشن بالزومبي بيكون الفيروس والفيروس هذا بيسيطر عليه وبتصير تحكم فيه زي ما بده ف وفكرة الزومبي ايش انه يتكاثر يعني يهجم على بشر ثانيين يحولهم لزومبي وهذه الفكرة بكل بساطة بالفيروس انها بتحاول تنتشر وتنشر الفيروس بين اكثر عدد من الاجهزة فالماليش اكتيفتي اللي بتكون كوميت باي التروجين هورس اذا بسألك شو هي الفعل الخبيث او هذا هو عبارة عن انهم بنزلوا باك دور او روت كيت على جهازك شو باك دور باك دور هو عبارة عن برنامج بيعطي للهاكر اكسس على جهازك تمام وبيقدر يتحكم فيه وكأنه قاعد على الجهاز فعليا على ارض الواقع فون عندك قدر يشغل الكاميرا ممكن مثلا يسحب ملفات من جهازك ينزل عليه ملفات يفتح المتصفح تبعك يأخذ الباسورد يدخلهم اي اشي انت بتعمل ويصير تحت متناول الهاكر هذا ففكرة انه يوصل لك باك دور او روت كيت هي اللي تروج انهو عبارة عن طعم اللي انت مجرد ما تاخذه مجرد ما انت خلص وقعت فريسة بايد هذا الهاكر تمام واعرف انه بس فضل اريد اشارك بتشغلي فهمتك كمان من هذا الاشي اه احبت مرة شبهتها يعني زي البيت لما يكون في بيت له بابين المين دور والباك دور المين دور اللي بنستخدم بشكل طبيعي ندخل اي دي تعني والباسورد والباك دور اللي هو اللي بيستخدم الهاكر زمان هنفوته بالضبط يعني مصطلح باك دور اللي هو الباب الخلفي هذا الباب انت يعني بيكون ما بتعرف في وجوده بس الهاكر بيكون وضعه لغايات يعني يقدر يدخل على البيت تبعك او على الكمبيوتر تبعك بكل اريحية متى ما بده وكذا فاحنا دايما منراقب لفرونت دور متأكد انه ما فيش حدا بدخل من فرونت دور وكذا بس ما منعرف والله انه في يعني مئة الف باك دور ومئة الواحد بيقدر يدخل عليها ممكن يودي ايميلات ممكن يشغل برامج ممكن يعني يستخدم جهازك كوسيلة للهجوم على اجهزة ثانية فمجرد ما يتحكم جهازك بيقدر يعمل اللي بده وهذا الاشي يعني ممكن يورطك اوقات ممكن يستخدم جهازك عشان يهجم على مكان معين او يرسل من ايميلك لا ايميلات الجامعة تخيل يخترق جهازك زي مثلا بتشوفوا بعض تجيكم من ايميلات طلاب ثانين بيكون فعليا جهازه تعرض على الاختراق وتم استغلال جهازه لارسال ايميلات لكل طلاب الجامعة تمام فهذا الاشي بيكون يعني بسبب فيروس دخل على جهازه واستفاد من فكرة انه عنده ايميل قادر الشغال وعمل لقين عليه من الجهاز اوكي الروتكيت تعريف لها هي عبارة عن برنامج تجعل اكسس على اوتسايدر ريموت كونترول اوبر اوبر كومبيوتر اوكي ففي الروتكيت فكرة منها انها بتعطي لحدا خارج نطاق الشبكة تبعتك حدا مثلا في البرازيل في روسيا في الصين اكسس على الجهاز تبعك اي كومبيوتر بتحكم فيه الهاكر بنطلق عليه مصطلح زومبي زي ما حكينا لانه انت بتصير اندر كنترول لهذا الهاكر وبيقدر تحكم فيك ويسوي الاشي اللي بده بالجهاز سؤال مين يحكي لي شو اشهر الشغلات اللي ممكن يتم استغلال على الزومبيز المستخدمين لا في اشي اخطر من هيك المال مرتفقات 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 اشي ثاني بيضي 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 من حذر The Walking Dead من حذر The Walking Dead انت الحال حذر القديم اللي شادوا انا انا كانوا يجمعوا الزومبيز على فترات واحدة من وصاروا شو يعملوا صاروا يجمعوا الزومبيز بأماكن وبعدينك يودوهم على مثلا اعداء لهم ويخلوا هذال الزومبيز يهجموا عليهم تمام ويجي دي دوس اتاك هذا اللي حاول اوصل لك اياه اوصله ممكن الزومبيز هذول خاصة لا يكتروا كتير لما مثلا نزل اللعب 2020 ووه الوطن العربي كل يقول يا سلام نزلت وكل الوطن العربي يروح نزلها كلها تم عبارة عن زومبيز هسا ايش استفاد اللي اعطاك الكراك ابلكيشن والكراك اللي هي مجموعة معلومات تروح على مصدر او سيرفر معين عشان تهلكوا فيبطل يستوعب او اشي زي هين بالزط هي عبارة عن هجم الحرمان من الخدمة دينالو سيرفس ايش يعني الحرمان من الخدمة تخيل مثلا في عنا سيرفر لنفرض بيسوق مثلا او خلينا نفرض انه في عنا مثلا اشي تفضل اتفضل يلا سريع عندك بلعبة اسمه بان اذا صار عليه عدد عدد كبير انه عملوا هجم الابلاقات على نفس الحساب اللي باللعبة باط الشخص تقباله بان هو نفس الفكرة اللي انت بتفكي فيها انه هجوم عدد كبير على شغل معين لدرجة انه الفكرة الفكرة صح الفكرة صح بس الفكرة اللي انا قاعد بحاول اعملها بوضحها موضوع الزومبيز اشي شوي مختلف بس مية بالمية صح انت في عندك مجموعة من الاكاونت بتعمل ريبورت لأكاونت معين انه مثال هذا الاكاونت غلط علينا هذا الاكاونت من خلال القوانين تبعت الموقع فيجي الموقع يلاحظ انه يجي 200-300-400 بلاغ على هذا الشخص بروح بتتخذه اجراء فيه تبدف صار اللي عليه اشي هذا سيارة اعطي مثال دي دوس قصده انه الهاكر بحرمه من الخدمة زي ما الشركة مثلا اللاعب او الفيسبوك او اشي بتحرم بالحجاب في حدا كان عنده اكزامبل مرة كنت انا داخل بارتي معيا وكان في واحد من اللي معي عنده جهة برنامج مدفوع فكان بطول الابي ادرس انه بعدين بعمل دي دوس للشبكة كلها فكان تقريبا الحي كله عندنا اللي عندهم ورنج كان كلهم بفصل عندهم اوكي فهذا اكزامبل مرتب خليني احكي لك اعطيكم الاشي كدفينش الحرمان من الخدمة بكل بساطة انا هاكر وانا عندي زومبيز كتير يعني عندي لنفرض مليون زومبي اي جهاز بالعالم اي جهاز من الطلبات بقدر يستقبلها مثلا بالثاني الوحدة مثلا هذا السيفور مصمم يستقبل الف طلب بالثاني هذا السيفور مصمم يستقبل ميت الف طلب بالثاني هذا السيفور مصمم يستقبل مليون طلب بالثاني تمام حسا يعني كل جهاز transformer ساعة معينة بكيف يمكنك التواصل الى الانفورميشن اللي جاي عليه. تمام؟ طب ما يحدث إذا الطلبات اللي بتيجي على هذا السيرفر تجتاز هذا الحاجز. مثلا هذا السيرفر بستحمل لحد ألف. طب ما يحدث لو بعثنا له ألف ومئة طلب بالثانية. ما يحدث؟ ما يحدث لو بعثنا لأبو المئة ألف مئتين ألف طلب بالثانية. ما يحدث؟ ما يحدث؟ السيرفر ببطل يلحق يعمل البروسسينج ويقوم بعمل شوتداون. تمام؟ فالهاكرز بحالة نيش بيعملوا. شو بيساووا؟ بيجيبوا الزوم بيستبعونه هذولا. بيجوا بيحكوا لهم انه في عندنا هذا الفيكتيم الفلاني. هذا العنوان هذا الاي بي قادر استبعه. اهجموا لي عليه تمام؟ فبيجوا بيهجموا عليه تمام؟ لما يهجموا عليه بيجوا بيعرضوه لعدد كبير من الطلبات. بتحرم الناس الطبيعيين من انهم يصلوا لهذا الموقع وبتأدي لانه هذا الموقع يعمل شوتداون. هسا انا مثلا انا بني ادم مش زومبي. انا بني ادم بدي ادخل على موقع مثلا لنفرض ببيع مثلا خدمة معينة. زي مثلا ببيع هدايا او شغلات الكترونية او كذا. يجي هاكر بتحكم بعشرة الاف زومبي. حكاهم ابعثوا لهذا الموقع ريكوستات كثير بالثاني. اوكي. صار يبعثوا صار اجمال الريكوستات التصل على هذا الموقع مليون ريكوست. تمام؟ هسا انا اجيت حدا ما اللي يدخل بموضوع زومبي ولا اللي اتاكها كل اللي اتاك. بحاول اصل الموقع بحاول افتح الموقع مثلا اسمه مثلا games.com اوكي. ودخلت عليه. اه لانه في قدامي مليون طلب قاعد بيجي كل ثانية. السيرفر ما بيكون ملحق اصلا يرد علي. فانا كمستخدم طبيعي لا مش قاعد بستهدفه ولا قاعد بعمل اي شي ما رح رح يرد علي لانه اصلا مش يملحك. ولما يستمر الضغط هذا سيرفر بس لمرحلة انه رح يعمل شاد داون. بيجي بيعمل شاد داون. عشان يتعامل مع الحالة اللي مش قادر يسيطر عليها. هسا نفهم شغلتين. في اشي اسمه denial of service. في اشي اسمه ديدوس اتاك. اوكي. شو يعني denial of service. حكيت اني انا اقطع يوزر طبيعي من وصول لخدمة معينة. تمام? هي اسمها denial of service. انا ممكن اعمل denial of service على موقع عن طريق تغرى. انا اخترقه اطفل سيرفر. اعمل denial of service. تمام? هسا الديدوس اتاك. سوري الاكزامبل الاولاني كان على denial of service اتاك. الديدوس اتاك اللي هي عبارة عن distributed denial of service اتاك. عن طريق تغرى. انا اتاك حقوق الاكزام لك. انا اصدره بك. انا اعطره كنامل. انا اكزام حقوق الاكزامبل اي اسمه. حقوق الاكزام باكزامبل امامينة. اتاك شباب طبقوا بعدين طيب بشرح لكم بعدما لحق تشألم صرت توجمه طيب الفكرة منها انه احنا عن طريق عدد كبير من الزومبيز منتشرين في دول مختلفة في اماكن مختلفة مع بعض بيهجموا على سيرفر معين وبيقطعوا عنه الخدمة بسبب كثرة الطلبات البود هذا النوع من الزومبيز المتصلين مع بعض بتحكم فيهم هكر بنسميهم عبارة عن بوت نت هي عبارة عن بوت نتورك هي عبارة عن شبكة مكونة من العديد من الزومبيز بتحكم فيهم واحد ويستخدمهم عشان يهجم على اي شركة اللي بدو اياها الى اللي فيكم بس بيعرف ايش يسمونه داركويب او ديبويب في مثلا هناك بتقدر تدخل على مواقع تشتري هجمات حرمال خدمة بمصاري تيجي تحكي انا والله بدي اهجم على مثلا الموقع الفلاني بيديدوس اتاك بيجي بيقول لك مثلا والله الساعة عندنا بهالقدة الشهر بهالقدة الشهر بهالقدة نعم 350 دولار للهجم الوحدة ممكن تصل بالساعة لعشرة دولار بس مثلا يعني هاي الشغلات افتحها دوروها موجودة المعلومات على الانترنت يعني قرأت ارتك المرة انه تكون بي از لو از تن دولار يعني سبع ليرات بتهجم فيها بدوس اتاك على موقع تمام طبعا هذا اشي جدا الليقل واكيد يعني يواقب عليه القانون اه وقت ما صارت تابعة اورانج قدمنا شكوه بعرف شو صار فيها بس قدمنا كل اياتنا شكوه وصلنا على اورانج ممكن يكون دوس اتاك صار على الخادم الرئيسي يتبع المنطقة اللي انتو فيها ادى لانه ما يلحق يعمل ريستارت او يعمل شتداون فهذا الاشي بيفسر ليش انه الانترنت ممكن كان قطاع عنك طيب فكيف بتصير الدينايل اف تيروس اتاك هاكر بتحكم بعدد كبير من الزومبيز او البوتز بيحكي لهم اهجموا على اي بي فلاني هذا الاي بي ببطل يستحمل عدد التالبات وبيجي بيعمل شتداون ممكن السيفر يكون قطاع مثلا زي جوجل مثلا وامازون وشغلات زي هيك هذولا مش بسهل تعملهم اف لاين وتفصلهم يعني بصير الدينايل اف تيروس اتاك عليهم يعني بيطلب ضغط كبير يعني وبوتات بعدد هائل عرفتوا كيف لانهم اجهزهم بتكون عندهم بروتكشن تكنيكس وعندهم اجهزة قوية وعندهم شغلات زي هيك اوقات انتو بتعملوا دينايل اف تاك على موقع الجامع من غير قصد يعني لما تيجوا مثلا زي كوز الباثتو كود زي الباثتو كود هذا هتوقع شغال على راس بيري باي شغال على كمبيوتر على تلفون جوز شغال بس موقع الجامع مفروض ان سيجر كويس شغال اكس بي بجوز فموقع الجامع يعني شغل سيجر كويس بس عدد اللوزرز بس لحظة يعني يعدبر اشي جدا كبير كيف لو مثلا لو زي الضغط عن نتو يطفي نتو يعمل ريستارت نفسي الفكرة ولا اشي ثاني لا اشي ثاني اشي ثاني الرابطر هذا يعني بجوز صار في معطل بالشبكة بجوز صار في ريستارت على شغلة فصلتك عن نت بس حدا بيهجم عليك اه ضغط هذا زي ايام نتادي التوجيه يعني بالضبط كأن داية التوجيه كل الاردن بتحاول تفتح موقع معين سافر بطلي لحق بعمل ريستارت بعمل شدام بطلي يعني يرد على الطلبات اللي بتيجي موقع التوجيهي دكتور وظيفته يشتغل ساعتين بالسنة وبهدول الساعتين بيكون وبشتغل هن بالضبط يعني هذا الاشي بده يعني بريباريشن واستعداد وكذا وممكن اوقات يلجأوا لشغلة انهم يقسموا طلاب على فترات يعني لما تسجلوا طلاب الثاني الرابع بسجلوا اول بعدينك الثاني بعدينك الثالث بعدينك الاولى يعني يخلوكوا على فترات متباعدة عشان ما يخلوا ضغط بنفس اللحظة على سيرفر الرئيسي نفسه طيب فوضحنا موضوع وضحنا مين بيعملها له هجمة مش روحة بالسلايد هذا بحكي لك هنا أي كمبيوتر بالعالم بيقدر يستحمل طلبات لحد معين بعد الحد هذا بيصير اشي يسمو يعني بصير يعني زي فيضان بالطلبات ببطل في عنده اصلا سعة يستقبلهم فهذا الاشي بيأدي لانه يطفي ويعمل رفيوز لكل الطلبات الجاية وهذا الاشي بيحرم الاجتماعي الوزرز الاصليين او الفعليين من وصول للخدمة هاي طيب بيحكي لك الهجمات هاي يعني الهجمات هاي فبيشتغلوا اوتوماتيكلي ما بيحتاجوا تدخل الهكر اتول فقط هو بيوزع عليهم الجوبز عمين يهجموا قديش يهجموا شنوع الهجمة تمام وممكن شبكة الوت نت تتكون من ملايين الأجهزة تمام خاصة لما تنزل ألعاب جديدة والوطن العربي يعرف عنها بينزل كمان كيف فكراك مصر لحالة نجماتي طريقة يمكن مهم يمكن الهكر مثلا ينزل البرنامج على كميوتر يعني مثلا كميوتر بمنطقة عامة يكون مثلا سيربر رئيسي زي بالجامعة أو يعني كميوتر رئيسي بالجامعة يعني الفيروس يعني كله ينتشر بالكميوتر رح نحكي عنها رح نحكي عنها هذا واحد انواع الهجمات وطريقة نشر الفيروسات رح نحكي عنها إن شاء الله هاكرز كميوتر بيقول لك ممكن كميوتر من كميوتر الجامعة لتبعك المختبر مهم ممكن 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 إنك تصل لواحد من أنجزت الجامعة وصير إليك أخص على الشبكة أكيد آه ما نقصد الفكرة من الـ وإن داريكت أكسس وإن داريكت أكسس ممكن نحكي أنه الـ داريكت أنه يضع الـ وإن داريكت وإن داريكت بيستخدم كوز وشغلات زي هيك لا غير هيك هي فكرة الوصول للجهاز تبعك داريكت أو إن داريكت إيش ممكن يكون الفرق بناتهم بالدكتور تكون مثلا إنه يكون داريكت تكون من جهازك تحكم بالجهاز بشكل مباشر كيف تحكم بالجهاز مباشر أكسس معرفني يعني بلساني يكما يطلق اقتراح آه أوكي وإن داريكت إنه تكون مثلا أنت تكون في وسيط مثلا بناتك أو تشغل يعني مش كل مباشر من جهازك الجهاز الثاني حلو حلو يعني يعني داريكت آكسس هي عبارة عن إنه حدا يقعد ويستخدم جهازك فعليا يعني إنت على سبيل مثال تكون شغال بشركة وجهازك روحت مثلا على الحمام روحت تغسر روحت تشرب قهوة أو تدخن تركت جهازك مفتوح زميلك الهكر اللي بجنبك قاعد وشافك تركت الجهاز مفتوح راح قاعد على الجهاز اللي أنت قمت عنه ونزلك عليه فيروس واخترقك تمام هذا منسمي داريكت آكسس إنه يمسك الجهاز وبشكل فعلي يتواصل يعني يعمل عليه آكسس ينزل عليه فيروس ينزل عليه في ملف الإنترنت يشغل عليه يعني فيروس من فلاشي أو هذا منسمي داريكت آكسس إنه يكون إليه آكسس فعلي أو فيزيكلي على الجهاز تبعك يمسكه يتحكم فيه بإيده تمام هذا منسمي الفيزيكال آكسس هو نسبته أقل تمام بس مش بيعني إنه مستحيل يعني للي فيك مثلا حذر مثلا أفلام الهاكينغ وكذا فيه أوقات بيكون فيه أجهز مش قادرين يوصلوا لها يعملوا آكسس عليها يعملوا هاك عليها فبضطروا إنهم يدخلوا على المكان اللي فيه الجهاز هذا ويشبكوا فيه USB مثلا أو يدخلوا على شاشة الجهاز ونزلوا برامج معينة بأسرع وقت ممكن عشان يخترقوا جهاز معين أو شغلة فهذا منسميه داريكت آكسس وكي بس ممكن يصير يعني إنت مثلا لو إنت قاعد مع واحد وإجاك تليفون وكنت قاعد على اللابتوب وصحبت حالك تمشي بالكافية اللي كنت قاعد فيه مثلا إجا واحد شاهدك بعيد عن جهازك راخض على الجهاز نزل بير وصحب حال وطلع بقدر يعمل عليك أكسس وتحكم جهازك كل شي بس إيش أي شيء ما بيستخدم ويعمل منه لكاوت عشان يمنع هذا النوع من الأكسس في كمان عندي ال 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 يعتبر إيش إذا ال هو أنك تقعد على الجهاز فعليا وتتحكم فيه وتنزل عليه إيش ال 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 هم اتخذ الجهاز آخر أو طريقة وسيط وسيط بالضبط يعني يخترق جهازك عن بعد عن طريق وسيط فالفكرة في هذا النوع من الأكسس طبعا أكيد بيحتاج تكنيك متطورة أكثر والفكرة منها إيش فظل نفسهم يدور على تغرات هم الطريقة مباشرة يدور على تغرات بس بالضبط الفكرة بموضوع الأكسس الانداريكت كيف بصير أنت حدا مش قادر يوصل لجهازك كيف يخترق جهازك بكل بساطة زيما وشرع زميلكم بيدور على ثغرات في جهازك عن طريق برامج أنت مشغلها مثلا مش updated منزل ويندوز مثلا ويندوز هذا سيكوريت تبعته مش updated منزل مثلا برامج قديمة وهاي البرامج فيها ثغرات معروفة مثلا للهاكرز بيقدر يستغلوا هاي الثغرة لأنك متصل على الشبكة ويخترق جهازك بحكي لك عبارة عن برامج بتستغل الثغرات بيحكي لك هي عبارة عن برنامج بيحكي لك كيف يعني يعني بيكون برنامج بنزله الهاكر على سيرفر معين وبيجي هذا السيرفر كل حدا بيتصل فيه ايش بيعمل بروح بيعمل سكان على الابي ادرس تبعه لما انت تتصل باي موقع الابي ادرس تبعك بيطلع عند الموقع هذا لأنه لازم يعرف لما يرد عمين يرد فالعلوان تبعك موجود فبيجي ايش بيعمل بيجي الابي ادرس لأي حدا بيزوره بياخذه وبيفحصه بيشوف شوف اشياء مسميها بورتس مفتوحة وبيحاول يشوف اذا بيقدر يستغل اي اشي من هاي البورتات عشان يخترق جهازك تمام فهي الفكرة من بعض المواقع اللي مثلا بيعطيك افلام ببلاش اللي بيعطيك مسلسلات ببلاش اللي بيعطيك العاب ببلاش وشغلات زي هيك مجرد وصولك للموقع بحاول يخترق اخباك يختر كراك الويندوز نفس الفكرة اه يعني لما تجيب كراك الويندوز انت اوكي بتشغل الويندوز عندك ويكون شغال ما بيحكي لك انه هذا ليش ليس وكذا بس ما بيعطيك اوبديت فانت جهازك ما بيجي اوبديت من مايكروشوفت اتول فأي ثغرة نكشفت ونعرفت مايكروشوفت ما بيصلع لك لانه جهازك اصلا ما بيقدر اجيب اوبديت من سيرفرات مايكروشوفت لانه اصلا الموندوز اللي عندك مستروق مش اصلي فهذا الاشي بيخليه عرض على الاتاكس وهيك دكتور اغلبية الكراك بتكون مش كاملة يعني هو الفكرة من كل الموضوع انه يخليك تنزل ملف تبعه تنزل اللعبة كاملة ما تنزل كاملة شغالة مش شغالة هاي مش همه همه اصلا انه يحصل اكس على جهازك تمام وفي عندنا ايش بتعمل بتدور على ثقرات بالمتصفح تبعك مثلا او بنظام التشغيل تبعك عسي مثال اوقات ممكن انا اشغل مثلا جافا سكريبت كود او اشغل كود معين في المتصفح تبعك اقدر اخترقك مثلا او اقدر انفذ شغالات في نظام التشغيل تبعك اقدر اخترقك تمام هاي الشغالات بتكون مش باتش من اليوزر ما نعمل عليها ابديت وتصلحت تمام هاكرز اتفضل اذا طفت انك يقدروا يعني يكبروا اشي مني او يقدروا يكبروا في اذا انت تم اختراقك حسب نوع الاختراق في اختراق منسميه اختراق دائم في اختراق منسميه اختراق يعني مؤقت يعني حسب طريقة الاختراق في بعض الاختراقات ممكن انا تخليني اقدر اعمل اكسس على جهازك وانت بشكله حاليا اذا بتطفي ما اقدر انا اقدر اوصل لك مرة ثانية لان بعد الفيروس فقط في الممري ما نزل الفيروس على الهاردسك ما تخزن عندك بالجهاز لسه بقدر اتحكم فيك بس انت قطعت عن الانترنت وانا بعملية مثلا تنزيل الفيروس على جهازك اذا اقدرت ونزلت الفيروس على الهاردسك تبعك وربطت بالجهاز تبعك بطريقة انه يشتغل اوتوماتيك لما تشغل الجهاز تبعك خلاص جبت العيد الا اذا طبعا كان في انت فيروس مزكو او اذا انت عملت فورمات للجهاز بشكل كامل بطريقة يعني رح نحن على قد مش شوي فضل اوكي هاي شغلة لازم تعرف انت انه الانترنت مش عبارة عن حتى لو فصلت عنه النت تكون قاعد بجمع كل المعلومات المعدل ما تشغل نت بحي يسحب كل معلومات اه اه ممكن نعمل شغلة زي هيك مثلا فيه اصلا برامج ايش بتعمل بتظلها تجمع معلومات عنك ووقت معين مثلا بتعمل سند لها المعلومات بعض الفيروسات مثلا ايش بتعمل مثلا بتخترق نفرض شبكة شركة معينة عشان ما تثير الشبهات حولها ايش بتعمل هذا الاشي ليش لانه مثلا بالويكيند بيكونوا الموظفين معطلين وعلى اغلب برضو معطلين فهذا الاشي يعني بصائب عليهم انهم يكتشفوا هذا اه او بيستغلوا طرق ثانية عشان يسربوا فيها المعلومات بس نعم يس في فيروسات تشتغل بطرق تخفي تمام بحكي لك الفكرة الثانية انه برضو الهاكر ممكن يصلى بس لانك متصل بالانترنت مش شرط انه انت تدخل على الموقع عشان يخترقك فقط انت فكرة انك متصل بالانترنت ممكن تكون عرض للاختراق تمام فانت زي ما بتقدير تشوف المواقع اللي برة المواقع البرة بتقدير تشوف كمان تمام فهاي الشغلة دائما حطة في بالك ما مفيش اشي اسم وانوية بالانترنت انت لما تودي طلب لفيسبوك برجع برد عليك كيف رد عليك لانه بيعرف الانوانك فاذا واحد بيعرف عنوانك بالانترنت ممكن يصلك واذا وصل لك ممكن يخترقك حسب طبعا الانترنت فهي الشغلة دائما لازم خليها بعين الاعتبار ممكن تم اختراقك عن طريق انك تدخل على موقع هذا الموقع لانه عرف الاب ادرس باعك يخترقك او ممكن حدا يخترقك لانك فقط منتصل الانترنت مثلا في الاردن اذا بتدور على جوجل في كل دولة في الها رينج اف اي بي ادرسيز من كذا لكذا هذول من الاردن اي بي ادرسيز من كذا لكذا هذول من السعودية الاردن ادرسيز من كذا لكذا هذول من امريكا فانت اذا بتعمل سكان على اي بي هاي ممكن تلاقي يوزر شغالين مستخدمين هاي الاردن وتحاول تخترقهم او شغل ازا هيك تمام فهي الشغلة موجودة يعني وممكن تعرضك للاختراق طيب انا اوكي اذا حدا عرف فضل مرة اقناعت اعطيني الاردن نزلت على لابتوب تطبيق الاردن تبع ايش الاردن هاي تخلي شاشة يعني تقدر تحكم شاشة لابتوب من تليفون اه صور تتحكم هاي صور تتحكم جهاز الشغل لابتوب هو دير رسالة الشغل لابتوب هو دير رسالة ومقدر تفرط عشو بالفوت يا سلام هاي هاي سموه سوشال انجينيرين هاي انت انت ايش تغافلته واقنعته باشي وتحكمت بجهازه تمام مشكل انه اندست حاسوب اندست حاسوب عشو شغل لابتوب شو ننساوي مالفروض انت تواعي مش تستغل انه ما بيعرفش تواعي على السلافي هاي وتشطب ببرنامج بين تليفونك انا ما دخل لانا البرنامج استخدم على لابتوب اللي بيعرف الشب هاي قول لبن خالته ولا بنعمته ترفضش طيب اتضل في شغلة يعني لاحظت يعني انا مش قادر ابحث بشكل بعين فيها اللي هو الابي ادرس بالاردن ليه كله يعني دايما احسه يشبه بعضه او انه كله يروح لمكان معين اخر وضحناها من قبل انه يعني في امريكا بتحس انه الابي ادرس ممكن يجيبك بالمدينة اللي انت فيها هذا بيعتمد كيف الابي بتتوزع بالدولة اللي احنا فيها مثلا في الاردن اي اي بي ادرس بتطلعه مثلا حسب شركة الاتصالات اللي انت تصل معها يابي بتطلع لك يا زين يا اومني يا اورنج تمام فالعناوين هاي والشغلة هاي تفرق من دولة لدولة كيف بيفصله بالابي ادرس وشغلات بالطريقة بس هذا لا يعني انه كل واحد فينا له عنوان مميز على الانترنت بميز عن البقية وممكن الشبكة اكتصل له عن طريق الاي بي ادرس تمام الدكتور اصلا بن اردن ما بيقول لك غير عمان ما حيب لك خيثاني بزب بزب لانه اصلا المعلومة اللي بيقدم الاي بي ادرس فقط هذا الاشي الاي بي دين الخدمات يعني هو مفروض انه كل مزود خدمة مخصص لمثلا المدن اللي موجود فيها مثلا عمان لهم العقبي لهم كذا المفرق لهم كذا كذا تمام لكل مزود خدمة بس الاردن لا كل اياتنا جايين من كامل وزي ما تقول طعها قيم فهذا اشي اكتر ما اي مشكلة ثانية طيب هسا ليش الهكرز بقدروا يوصل لجهازك عن طريق الاكسلويت كيتز اول شغل لانه انت جهازك عبارة عن برنامج بيكون بشغل نظام تشغيل بشغل برامج هاي البرامج بيكون في الها اشي اسمه اللوجيكال بورت اللوجيكال بورت اللي هو هاي عبارة عن المخرج اللي جهازك بيودي منه طلبات اوكي للعالم الخارجي تمام هسا في عنا نوعين من البورت الفيزيكال بورت واللوجيكال بورت هسا لما احكي لك امسك الراوتر تبعك وتطلع على البورت اللي ورا هذول فعليا اشي اسمه بورت اشي منشوف اشي من يقدر تحس بأيدينا تمام السويتش مثلا برضو بتكون من مجموعة من الفيزيكال بورت تمام اللوجيكال بورت تمام هذا اشي يعني بيكون من اسمه منطقي ما بيكون اشي ملموس ما بيكون اشي محسوس ما بيكون نقدر نصله مثلا بعض اللوجيكال بورت مثلا في عنا اشي اسمه dns service اوكي بتشتغل على بورت 53 في عنا اشي اسمه telnet service تشتغل على بورت 23 تشتغل على بورت 80 في عنا اشي اسمه ftp service تشتغل على بورت 21 في عنا اشي اسمه email service تشتغل على بورت 25 تمام فهذه الكلياتهم عبارة عن service تشغال على الجهاز تبعك اي حدا بيقدر يعمل عليهم access ويوصل لالهم اذا هاي services ماسكيتها برامج فيها ثغرات انا ممكن استغل هاي الثغرات واخترقك وعمل access على الجهاز تبعك تمام بيحكي لك هون logical port هما عبارة عن virtual ports مش اشياء ملموسة فعلية اوكي unlike physical ports we can see them we can touch them هذولا مش عبارة عن اشياء فعلية يعني اشي موجود جهازك من وراء او بالرابطر عندك هوا عبارة عن شغلات موجودة داخل internal organization تبع الكمبيوتر اوكي بنظام التشغيل هو بيعرفهم هو بيقسمهم هو بوزعهم على البرامج تمام وكل جميع حكينا كل نوع من انواع الport tie مخصص لخدمة معينة اشي مخصص للتصفح اشي مخصص للإيميلات اشي مخصص لشغلات كثير واحدة من اكثر يعني الport tie المشهورة اللي هو port 80 اللي هي http service مين يعرف شو يعني http hypertext transfer protocol بالضبع hypertext transfer protocol هو عبارة عن protocol من اللي يستخدم لطلب واستقبال بسم الله الرحمن الرحيم او عبارة عن communication protocol بيستخدم في الويب انت لما تفتع على موقع مثلا تكتب مثلا http backslash اسم الموقع فانت بتستخدم هذا البرتوكول عشان تطلب صفحة معينة عنده ويرد عليك على اساس هذا البرتوكول تمام فهذا يعتبر واحد من اشهر البرتوكولات وكتير يعني مستخدم تمام وفي عندنا اشي اللي هو اسمه HTTPS اللي هو secure virgin من هذا البرتوكول اللي هو secure hypertext transfer protocol اللي او hypertext يعني بروتوكول بس بستخدم موضوع security ويشفر البيانات اللي بتروح بين الطرفين تمام فايش الفكرة من موضوع logical board ككل انه ممكن استغلاله لاستختراق الاجهزة والانظمة اللي انت شغال عليها تمام واضح شباب اي اسئلة الان طيب اوكي خلصنا موضوع اللي هو الهاكن وكذا خلصنا نحكي عن اشي اسمه computer viruses اوكي بحكي لك computer virus البيسيكس يعني بعرفكم التالي program that attaches to a computer program to spread to other computers هو عبارة عن برنامج بيلسق حاله ببرامج تاني نازل على جهازك لغاية انه ينتشر في برامج تاني المين بيربوس من هذا البيروس to replicate itself and copy its code into as many other host files as possible تمام فكرة من البيروس انه يعيد نشر نفسه باكبر قدر ممكن باكبر طريقة باسرع طريقة ممكنة عشان يصل لأكثر على قدر ممكن من الاجهزة كيف مثلا نحكي فيروس كورونا وانه بينتقل عن طريق الهواء وكذا وهيك شغلات فنفس الفكرة مبدأ فيروس الكمبيوتر هو عبارة عن برنامج يعني بيلسق حاله ببرامج تانية تمام وبيحاول هذا البرنامج انه يعني الاجهزة اللي منتصلة فيه فأنا لما مثلا عملنا الكمبيوتر بفيروس معين هذا الفيروس بيحاول لما اليوزر يتفاعل معه ينشر حاله على باقي الاجهزة على الشبكة والاجهزة هاي اللي بتم اختراقها بترجع بتعمل نفس الشغلة أي حدا بتفاعل مع الفيروس على الجهاز برجع بنشر حاله فبظلها تنتشر وهدف منها انه ينتشر بأكبر قدر الممكن تمام بيحكي لك فانت لنفرض لو نزل عندك فيروس على الجهاز الفيروس بصورته الحالية بوضعه الحالي الفيروس في عندنا انواع من الفيروس بتختلف رح لحكي عنها لقدام الفيروس هذا لنفرض انت نزلت ملف من الانترنت وهذا الملف كان عبارة عن فيروس نوع فيروس برنامج خبيث من نوع فيروس هذا البرنامج ما رح يعني يعني عرضك للاختراق او يعمل انفكت على الجهاز او يعني يسبب العدو بالجهاز تبعك الا اذا شغلته او فتحت البرنامج تمام يعني مقترن انك انت تصير انفكتد ولا لا بانك شغلت ولا لا لازم تشغله عشان يعني الجهاز تبعك يصاب بهذا الفيروس طبعا انه ينشر حاله ووزعه على الشبكة على باقي الاجهزة بالشبكة الهدف الثاني ممكن يكون ديستركتف اوكي ديستركتف ايش تخريبي اوكي فضل يدمر بالضبط انه يدمر مثلا ممكن يستخدم لمهاجم التليفونات تابلت لابتوب كمبيوتر ديستكتوب كل هاي انواع تلفزيونات هلاجات اي شيء متصل الانترنت ممكن انه يعني قوم على اختراقه تمام اذا بتذكروا واحدة من الهجمات اللي صارت مثلا على ارامكو السعودية مثلا مرات صار في عليهم هجمة بفيروس هاجم يعني اجهزة بمحطات تصفي وكذا ادى لانه توقف الانتاج واثر على السعر العالمي لما مر انهاجم على المفاعلات النووية تبعت ايران وادى لأعطال داخلية كبيرة وفي كثير يعني اجزامبلز على موضوع فيروس كديش كانت تكون دستركتب في اغير صارت معه تفضل انهاجم عروس يا مرة اجاههم خبر كاذب انه امريكا ضرب عليه بصوريك نووية لو لما تأخر الجنرال خمس دقائق لما تأكدوا انه الخبر كذب بولا كان ضربوا امريكا زمان كان في حرب عالمية ثالثة فانه الفكرة انه الفكرة انه يعني كثير بصير هاجمات فيروس يعني حتى ممكن بعضكم تعرض لها في شي اسمه رانسوموير رح نحكي عنها لقدام اللي هي فيروسات الفدية اللي بتشفر لك تلفونك او جهازك بتحكي لك ادفع مصاري عشان افك لك الملفات او التشفير طيب شو البيسيكس عن يعني مور مور يعني ايدياس عن موضوع الفيروسات بحكي لك تمام يعني يعني اصلا واحد يجي يحكي لي والله دكتور هل الجهاز مخترق ولا لا هذا السؤال يعني مش سهل اجابة عليه هاي الشغلة لازم تخليها في عين الاعتبار يعني مفيش عنا بالجهاز والله فكرة انه الجهاز عليه حرارة والله هل الجهاز بعاطس يعني موضوع مش سهل ابدا اوكي فشو ممكن نعمل احنا او شو الدلائل اللي ممكن انا اطلع عليها عشان اقدر اقرر والله او اقدر اتوقع انه ممكن مخترق انا ولا لا اوكي بحكي لك يعني في مجموعة من الشغلات بس هاي مش مش شغلات يعني مية بالمية او اذا صارت معك يعني هذا اخلص جهاز مخترق او هي الدلائل الوحيدة لا يعني هاي تخمينات تقدر تقول التخمين الاول او الفكرة الاولى مثلا يعني ايقونات لبرامج معينة فجأة اختفت او برامج معينة على جهازك فجأة اختفت ممكن الفيروسات اوقات تحذف نوع معين من البرامج من جهازك تمام مثلا زي برامج الانتي فيروس تحاول تعطلها او مثلا تغير على شكل ايقونا معينة عشان مثلا تحاول تنشر الفيروس باكبر طريقة ممكنة and so on مثلا ممكن البراوزر تبعك لما تشغله يوديك على صفحة مش الصفحة الرئيسية اللي انت متعود عليها مثلا انت دائما لو كنت تفتح البراوزر تبعك يفتح لك جوجل مثلا فجأة صرت تلاحظه ويفتح لك موقع غير الجوجل مثلا صار يفتح لك ياهو صار يفتح لك برامج يعني او مواقع مشابهة بس مش الاشي اللي انت حطيته فعليا تمام فهاي واحدة من الدلائل اللي ممكن انه يكون في فيروس بلعب بالجهاز عندك او 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 ممكن تطلع على الشاشة تبعتك او ممكن تسمع مثلا موسيقى فجأة من السماعات بدون ما اي حد يشغل اشي عجهازك او تسمع صوت حكي او تسمع صوت اشياء غريبة بالسماعات بدون ما استطلع انت ما شغلتها انت ما عملتها هذا الاشي ممكن يعطيك انه في حد قاعد بلعب بالجهاز او مثلا بعض الملفات عندك بالجهاز فجأة بطلت تفتح بطلت تشتغل مثلا السلايدات كانت عندك بطلت تشتغل الورد بطل يشتغل هذا الاشي ممكن يعطي انه قاعد جهازك بتعرض لاتاك وقاعد مثلا فيروس بشفر لك ملفاتك او بخرب لك ملفاتك بس هذا الاشي مش معناته انه دائما فيروس ممكن انت عندك هاردسك تخرب مثلا او ممكن انه انت واحد برامج خرب لك بعض الملفات او شغل ازي هيك بس يعني مؤشر مهم يعني مثلا كان في عندك برامج معينة كانت تشتغل بشكل طبيعي فجأة بطل يشتغل برنامج هذا شو ما تحاول تشغله تعمل فيه بطل يشتغل ممكن يكون فيروس خرب لك مثلا بعض الملفات ممكن مثلا الجهاز عندك يطفي لحاله فجأة مثلا او يصير تشغيل ويخذ وقت طويل مثلا عن المعتاد الاشي اللي انت كنت بتعود عليه هذا كل ياته بيعطي اندكيشنز انه ممكن في برامج تشتغل على جهازك عند التشغيل زي فيروسات وشغلات من هذا القبيل يعني هاي تعتبر مش يعني وجودها يعني ميم المي انه في عندك فيروس بس ممكن واحد يعني يشك بالأمر اذا حسب هاي الشغلات طيب في عندي انواع للفيروسات تمام في عندي انواع للفيروسات اول نوع من الفيروسات اشي اسمه البوت سيكتور فيروس اوكي البوت سيكتور فيروس حدا عنده فكرة عن هذا النوع من البوت لما تشغل الكمبيوتر بيكون يعني بيطول تشغل من وراء عشان بيكون يصبط بحاله نفسه هاي اعراض هاي اعراض بس فكرة البوت سيكتور فيروس حدا عمره سمع فيه او بيعرف اي فكرة عنه ذكروا سمان حكينا في اشي اسمه بايوس بالجهاز عندك اه بس يخلص بايوس شغله بيشغل قطعة بيتأكد من امورهم كلها تمام وكذا بعدينك بيعطي الاكسس لنظام التشغيل صح حكينا اه صح يجي بقول لنظام التشغيل انا جهز لك كل قطعة تفضل يعني كمل البوتينج لما يجي يحكي تفضل كمل لمن بيحكي بيحكي لا اشي اسمه البوت سكتور هذا اول برنامج بيشتغل بالجهاز بعد ما يخلص بايوس شغله تمام فهذا يعني دائما عندك اول اشي بالجهاز بيشتغل بايوس بعد البايوس اشي اسمه البوت سكتور هذا اللي بيعملك بوت اوب لنظام التشغيل بعد ما اطلع علامة نوع الجهاز صح بالزوط بعد موضوع علامة الجهاز بيطلع لك ايقونة الويندوز مثلا والشغلة باللحظة هذه البوت سكتور يشتغل فيها طيب فهو اول برنامج يشتغل عندك بعد البايوس بايوس ما فيش اشي بيشتغل قبله وهذا اشي ثابت ما بتغير اوكي فبيحكي لك في عندي بوت سكتور وبيصير هو بيشتغل مباشرة بعد البايوس يعني قبل حتى ما النظام التشغيل تبعك يشتغل الفيروس هذا بيشتغل يعني قبل ما يشتغل انت فيروس قبل ما يشتغل اي اشي ممكن يحمي هذا الجهاز تبعك الفيروس هذا يشتغل من البداية صورة عن هذا الاشي كيف يكون يعني لانه انترستنج صراحة افرجيكم عنه صورة سريعة يعني في الوضع الطبيعي في عندك البوت سيكتور كالتالي في عندك البيوس البيوس بيكون عبارة عن برنامج تخيل انه موجود هنا لما يشتغل البرنامج هذا ايش بيش بيفاعل كل قطع الجهاز بتأكد انه كل اشي تمام بيجي بيعطي الاكسس لمين للبوت ستراب لودر اللي موجود في البوت سيكتور اوكي اللي هو اول اشي بالهاردسك تبعك بيشتغل تمام فهذا الوضع الطبيعي بيجي بيشغل اشي اسمه البوت ستراب لودر هذا الاشي بيعمل بيشغل الجهاز بشكل طبيعي بيطلع لك شاشة الويندوز بيطلع لك كل اشياء وبشغل الانتي بيشغل كل البرامج هذا الفيروس ايش بيعمل لما يعمل انفك لجهازك شو بيعمل كالتالي هي النظام بييجي بيحط حاله بالبوت سكتور فالفيروس كود بيكون هو اول اشي بتشغل بالجهاز بعد ما يخلص البيوس بيجي بيشتغل هذا الفيروس بيعمل اللي بدي يعمل بيحط حاله في المموري بينسخ حاله باماكن مختلفة بالجهاز بعدين بروح بيستدعي البوت ستراب لودر اللي هو اللي بيشغل لك نظام التشغيل بعدين بيعمل ان شاء الله يزلي للسستم فلاحظ انه الفيروس عندي هنا واللي يعتبر واحد من اصعب انواع الفيروس اللي حتى نقدر نعمله لانه هذا بيشتغل قبل اي شي بالجهاز اصلا تمام فالوضع الطبيعي انه الجهاز بيشتغل بعدين بيفاعل الجهاز بيشغل ويندوز ويشغل لك في البوت سكتور فبصير يشتغل اول اشي بالجهاز فلما يشتغل الجهاز بيشغل الفيروس بالاول بعدين يشغل اي اشي ثاني كون الفيروس تغل بداية بيقدر يعمل اللي بدي اياه تمام فهذا يعني اذا الفيروس مثلا نزل عندك على الجهاز بالشكل هذا تمام وفرمت الجهاز مئة مرة ومرة الفيروس من ضمنها البوت لودر يعني هذا الاشي بيعمل مسح لكل اجزاء الهاردسك اللي عندك هذا الاشي بيضمن لك انه اه راح الفيروس بس اذا الفيروس انت قعدت تشطب بالبارتشنز الموجود بالجهاز وما غيرت على البوت لودر او على البوت سكتور الفيروس رح يظل للابد موجود في جهازك تمام فهذا يعتبر واحد من اعتى انواع الفيروس اللي يعني انفكشن تبعه صعب جدا انك تتميز ورضو فيه تول بتساعدك تعمل سكان وتدور اذا عندك هذا النوع من الفيروس واضح طيب في عند اشي اسمه logic booms and time booms هذول عبارة عن نوع من انواع الفيروس logic boom بتكون عبارة عن فيروس مقتر بكونديشن معين مثلا انك تشغل برنامج معين اربع مرات انك تعمل شغلي معين بجهازك تغير الباكراوند ويشتغل الفيروس يعني يكون بيستنى بانك اشي انت تعمله او او اشي عشان يشتغل time boom ايش بتعمل زي انها قم بالموقوتة بتكون فيروس خامد ما بيعمل ولا تسميه time bombs الورمز هي واحدة من انواع الفيروسات الخبيثة الورمز الفكرة منها انها ايش ما بتطلب منك التدخل عشان تنتشر يعني الفيروس حكينا لازم تشغله عشان يعمل انفكت لجهازك ويعدل الاجهزة الثانية واي جهاز بينعدى منهم لازم برضو حدا يشغله عشان يعني تسبرد الورم لا هي بتشتغل منها لحالها مجرد ما تعمل انفكت لجهازك بتصير تنتقل للاجهزة الثانية اللي على الشبكة بدون ما انت لا تشغلها ولا تصيبها هي لحالها بتتكاثر وهي واحدة من اشهر الفيروسات تبعتها اللي كانت تنتشر على الفيروس على اللي فجأة بتكون في ملفات على تبعك بتحطها في جهاز حدا بتطلحها بتحطها في جهازك بتلاحظ انه ملفات اختفت وبصير تحط فلاشات الناس في جهازك فجأة ملفات تصير تختفي ايش صار فيه تعمل هذا الاشي وبتنتقل مجرد انت شبكت ال تنتقل عليها ومجرد ما شبكت في جهازك تعدي جهازك ومجرد ما حد شبك فلاش في جهازك تعدي فلاشته ون سوفر واضحات الافكار العامة منهم واضحات دكتور بس عندي سؤال ها شكست الفلاش اللي بتضرب الUSB بورت او هاي فلاش اللي بتضرب اه هاي بسميها bad USB هاي هاي مجرد فيروس هاي عبارة عن ايش فيزيك بتحرق عندك transistors بالcontroller اللي بقرة او نسمي USB controller هسا الفلاش درايف دقيقة اوضح الصورة بتكون فيها يعني هسا انت لما تشبك اي فلاش درايف بجهازك جهازك بيعطيها كهرباء تمام عشان تشتغل وتعطيك الداة اللي جواتها هسا هاي الفلاش درايف اذا بتضرب جهازك ايش بتعمل الكهرباء اللي بتيجيها بتأخذها بتشحن 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 بتوصل لفولتية معينة بترفع لفولتية لاشي معين رقم كبير وبتيجي بترد الفولتية مثلا ودتلك خمسة فولت بترد عليها بعشرين فولت اوكي اذا المايكرو كونترولر اللي الجهة الثانية اللي بتحكم بالUSB بورت بيكون بتوقع يعني الاشرار اللي بترجع من الUSB تكون خمسة فالتفاجأ او انها عشرين فولت تحرق فهذا الاشي بيضرب عندك الUSB كعندي شحن اللابتوب وشاحن قصيته كعشرين فولت كأنه اطفتها بسلك يعني الموجب السالب حطيته الموجب السالب بالUSB وحطيته باللابتوب طف اللابتوب اه في اجهزة بتعمل تطفي تفصل في اجهزة بتحترق البوردات فيها يعني كيف ما تجيب جهاز مثلا امريكي بيشتغل على فولت 110 مثلا وتشبكه على فولت تل أردن 220 مباشرة بتحرقه فهي الفكرة من الباد USB هي مش انها فيروس بيحرق لك الجهاز يعني هذا اشي صعب بس هي عبارة عن شغلة تفدي شحنة على جهازك تضرب مش اكثر طيب ف يعني البود سكتور وضحنا بس نقرأ تعريف مباشرة هو عبارة عن فيروس replicate itself onto a hard drive master boot record يعني اللي هي الboot section the master boot record is a program that executes whenever a computer boots up يعني هذا عبارة عن برنامج بيشتغل مجرد من النظام تبعك يعني بعد البيوس ensuring that the virus will be loaded into memory immediately تمام even before virus protection program تشتغل فهذا النوع من البيروس يعني بيشتغل في جهازك قبل ما اصلا نظام التشغيل تبعك ولا يعني protection technique انت تشغله يشتغل عشان هيك الويندوز اذا انت بتعدل على الويندوز 10 مثلا اذا بتعدل على اي اشي بالboot sector مباشرة بيعمل lock للجهاز وما بيكمل البوت بيجي يحكي لك انه صار في تعديل على هذا المكان وهذا الاشي مش مفروض يصير ولازم تعمل اجراء معين عشان تفك هذا الحذر فهذا الاشي يعني يعتبر حماية من هذا النوع من الفيروسات زمان ما كان موجود اللوجيك بوم حكينا عنها عبارة عن فيروسات تشتغل لما يصير معين زي انك تشغل برنامج معين او ملف معين او شغلة زي هك التايم بوم عبارة عن فيروس تشتغل في وقت معين وتاريخ معين حسب مهم من برمجات طبعا الفيروس والفرق بينهم بين الورمس انه الورمس لازم انت تشغل البرنامج يعني انا نزلت فيروس من انترنت لازم اكبس عليه كبستين عشان يشتغل ويعمل انفكت لجهازي وينتقل للاجهزة الثانية ويرقاز الورمس الفيروسات من نوع وورم موضوع الانتقال فيها ذاتي يعني هي تستغل ثغرة في جهازك بتعملك انفكت وبتشتغل في جهازك بتبلش بعدين ايش تعمل دور على نفس الثغرة او ثغرات مشابهة في اجهزة على الشبكة وبتخترقهم ولما تخترق جهاز تاني هذا الجهاز بيرجع بيعمل فهذه الفكرة من الورمس الورمس كثير العن من الفيروسات لانهم بتكاثروا بسرعة خيالية تمام عشان هنالك اوقات لما الرانسوم وير وورم انتشرت على الانترنت عملت اندمرت كثير بني تحتية في دول كثيرة وانتشرت بالعالم بسرعة كانت تستغل ثغرة معينة اول ما تخترق جهازك تشفر جهازك وتبدأ تدور على الاجهزة على الشبكة وتعديهم وهذول يعدوا هذول وتخيل قديش الارقام بتصير تكبر بشكل خيالي تمام واضح الفرق بين الفيروس والوورم دكتور فصل عندي النت خمس دقائق سيبين عندك يعطيني إنك بصلت قبل خمس دقيقة ورجعت تكمل أي سؤال للآن شباب بخصوص موضوع سكريبت وماكرو سكريبت فيروس يعني هم عبارة بشكل عام إيش يعني سكريبت بالبداية عشان قبل ما نعرف أنواحهم هي عبارة عن سيريز أو كومان يعني لما تحكي عندي أنا سكريبت يكون عندي ملف ميني بروغرام يعمل شغلات معينة والهدف من السكريبت بشكل عام الهدف منها إش ضار تعمل إش يعني مفروض كويس بس الفيروس التي تستغل سكريبت لكي تهجم على جهازك تعمل إش 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 دكية سكريبت سكريبت بحكي لك مفروض لتحضر مفروض مفروض على مفروض مثل مفروض ومفروض من مفروض سكريبت موجودة على مواقع معينة لما تدخل عليها تشتغل وتحاول تهاجم المصاب وتصفح تبعك تحاول تهاجم جهازك هذا يعتبر يعني فيروس أو سكريبت يعني إش سمنا إحنا سكريبت فيروس تمام في عنا برضو اللي هو الماكرو فيروس الماكرو هي يعني برضو عبارة عن شورت سيريز كوماند بدعمها يعني أنواع مختلفة من مثلا البرامج زي الورد الإكسل الأدوبي مثلا وهي البرامج مثلا الهدف من هاي الماكرو إنها تعمل شغلات مفيدة بيجي الهاكر بيستغلها بكتب فيها كود خبيث عشان يخترق الجهزتك وهي طبعا مشهورة وين في برامج زي الورد مثلا ممكن واحد يودي لك ملف وور تفتح يخترق جهازك لأنه بيستخدم ماكرو فيروس تكون موجودة زي فيروس تفتح معك بشكل طبيعي ولكنه في إشي بس داخلها بيكون في فيروس ممكن الادوبي بيدي آف مثلا تفتح ويكون في جوات فيروس كثير هاي منتشرة وكثير بيخترق عليها ناس بسببها يعني بيجي بروح منزل الكتاب من الإنترنت وفكر أنه يعني مش حصير له إشي لأنه هذا الملف مش إيكس إي أو مش برنامج لا ممكن يخترق عن طريق الماكرو فيروس واحد من أشهر الفيروسات من هذا النوع اسمه ميليسا فيروس انتشر بشكل واسع وكان واحد من أول أنواع الماكرو فيروس اللي استغلت هاي النوع من السكريبتات عشان تنتشر وفي الإيميل فيروس غلبكو شافوا مرة عليه من قبل فيروسات تنتقل عن طريق الإيميل بتعمل لـ يوزر إليه أكسس على ميل سيرفر ويبلش هذا اليوزر يبعث إيميلات لكل يعني الناس الموجودين عنده في الـ contact list أو الـ address book تبعه أوكي أي أسئلة للآن طيب فيه هنا برضو كمان نوع ثاني يسموه encryption viruses أو ransomware حالي عنده فكرة إيش لنا ransomware شباب أحدا بعرف إيش ransomware دكتور ransomware encryption virus أحدا بعرفهم هو فيروس بشفر الملفات من نفس النوع فيديا فيديا أيوة الضبط وبطلب إنك ما بغضف عشان يأتي لكي تبع يأتي لكي انتشر هذا من فترة يعني حتى بجوز واحد من الطلاب مرة حكين وصارت معه مش عارف الشعباء مشكلة إنه بيعمل لك عرض كمان بيقول لك إذا رنيت علي في أول 72 ساعة بتوغط خصم 50% آم هو عشان يسوق لخدماته عشان يحفزك بالظلط فهذا إيش بتكون بتكون عبارة عن virus بتكون بالمجمل فكرته زي في كرة المالوير بتلاقي ثغرات عندك أو ممكن تكون virus مثلا بس مش بورم بس انت شغلته اللي حكى صارت معاه تتذكر أعملت إشي خلاها تصير أم لا أو تم إيكا لحالة فجأة كنت بدي أنزل برنامج يعني برنامج خطير وباكفاير دالي نزل هو رانسوموير طلع يعني نزل تروجين هورس قلت من هكر العالم تهكرنا فهي المشكلة بالأشياء من هذا النوع فالرانسوموير هي عبارة عن فيروسات لما تعمل إنفكت لجهازك بتروح بتدور على فايلات طبعا ما بتشفر كل إشي لأنه إذا شفرت كل إشي نظام التشغل تبعك حيبطي يشتغل بالأساس بس إيش بتدور بتدور على يعني ملفات معينة حساسة مثلا زي الورد البي دي أف مثلا الإكسل أشياء يعني من هذا القبيل وشو بتعمل فيها بتروح بتشفرها تحولها لملف مشفر لو بتحول الشغل ما بيشتغل معك طبعا ما بيستخدموا تشفير أبو شيلن نعم بيستخدموا تشفير كومبليكس وإشي صعب يعني بيخليهم صعب إنك تيجي إنت تيجي تحكي أنا والله بدي أفوق تشفيرهم عن طريق أني أخمن كلمة سر لأنه هذا إشي رح يكون مستهيل تكون كلمة سر نزلت برامج فك تشفير وروا أحد رضي فيكم أو جوز من نفس برامتها تتحكر فيك فالحل النهائي إنك تفرمز وبالأخير إلا إذا أنك مستعد تدفع لشيء في كثير دول دكتور هناك حال في شغل يسمى store point أو أنا ممكن نزلت برنامج ثاني بتكون عامل أنت زي باك قبل الجهاز فترجع مثلا لل الاشي اللي كان عليه جهازك مثلا قبل يومين اللي هو قبل ما ينزل الفيروس وبرجع ملفات نفس نفس الإشي بالضبط إذا عندك restore point هذا الإشي ممكن يحميك إذا ما عندك restore point هذا الإشي يعني يكون game over يعني أنك تدفع يعني أنك فعليا أوقات مثلا بيكون في turn off switches أو في مثلا بعض يعني الفيروسات معروف شو الكي تباحهم أو شغل ازي هيك هذا مثلا ممكن ينحل بس إذا مثلا الفيروس جديد ويشفر لك خاص فيك فقط هذا الإشي صعب كثير إنه أنك تقدر تفك تشفيره يعني بأي طريقة إن كانت تكتب في فيروس للفيروسات شو فيروس فيروس يصيب الفيروس عشان يوقف عمله صح صارت صح جزء بعضكم يفكرها نكتة بس لا صارت أنه في بعض تلاقي ناس يكتبوا فيروسات يستهدف فيروسات ثاني يعني فيروس يصيب جهازك بس من يريد يسميه فيروس حميد بيخترق جهازك عشان يدور على فيروسات ثاني ويعطلها مش هدفه تخريبي بس أول بالأخير بيضل الفيروس يعني وصل للجهاز طبعك من دون يعني إذنك تمام طيب ممكن برضو نصنف الفيروسات عن طريق الميثود اللي بيستخدموها عشان يتم التجنب التعرف عليهم تمام كل فيروس ففي عندنا أكثر من نوع من أنواع الفيروسات أو أكثر من طريقة ممكن الفيروس هذا إيش يعمل يتخفى فيها تمام في عندي النوع يعني هذا الملعون بيسميه بوليمورفك فيروس وهي عبارة عن فيروسات بتغير الكود تباحها بشكل مستمر أو حتى بتكتب أجزاء من كودها من جديد تمام يعني هذا عبارة عن فيروس متحور كيف الكورونا بيحكي لك متحور كذا متحور كذا إيش هذا المتحور هذا جين جديد من الفيروس لسه نفس الفيروس بس طور بشكل ثاني صعب علينا كشفه أوكي فهذا البوليمورفك بوليمورفك مصطلح معناها متعدل الأشكال الفكرة منها أنه هذا الفيروس بيظل يغير بشكله أسه إذا أنا بعرف شكلك الرئيسي بعمل لك تيتكت خلص يعني خلص أنا عرفت أنه هذا الفيروس شكله بالشكل فلاني خلص وينما أشوفه مرة ثانية بقدر أعمله بتتكت بس إذا فيروس هذا بيغير عن حاله كل فترة وفترة حتى لو أمسكت نسخة من نسخه بيكون عليه كثير صعب أني أمسك النسخ الثاني لأنه بتحور بتغير مع الوقت تمام وهذا يعتبر يعني فيروس يعني صعب جدا التعامل معه طبعا تصنيعه وعمله أبدا مش شغلة سهلة في رابط ما بين موضوع الفيروس والـ AI أو لا آه ممكن يكون ممكن الـ AI يستخدم لتصنيع البوليمورفك مالوير إنه الـ AI يستخدم عشان يعيد كتابة هذا الفيروس بطريقة يظل يعمل نفسه الوظيفة بس يكونش شكل مختلف نعم يعني زمان بجوز تصنيع هذا النوع من الفيروسات كان أصعب بس حاليا مع الـ AI أتوقع صار عمل هذا النوع من الفيروسات أسهل تمام لأنه ممكن نعمل AI يعمل هذا الشغل بدل ما نكتب هذا تخيل حالك تكتب برنامج يغير على حاله يغير الكود تبعه نكتب برنامج يعمل من شغله وهو الكود زي ما هو ثابت كيف بدي أفكر أنا ببرنامج يعيد كتابة نفسه يظل يعمل نفس الهدف الأساسي تبعه بس بشكل مختلف وكم مرة أقدر أعيد كتابة نفسي وهي الشغلات فهذا يعتبر يعني واحدة من الطرق التي تستخدمها بعض الفيروسات عشان تتجنب إنها تنكشف طبعا هذا الفيروس بيكون سلاح تقدر تحكي عنه يعني مش أي حدا بيقدر يكتبه ولا أي حدا بيقدر يعمله بجزء حتى الدول بتقدر عليه بس دكتور أوكي فضل عندي سؤال مثلا الكورونا مثلا كل متحور بيكون له صفات غير المتحور الثاني مثلا سرعة انتشار أكبر أو هيك فهل هون مثلا بالنوع هذا بيكون نفس الإشي إذا غير الكود تبعه مثلا بتغير عن الأصلي بسرعة انتشاره مثلا صراحة تفصيلات هاي ما عندي فكرة فيها بس يعني أقل أقل تقدير أنه يعني بتخفى بشكل جديد لنفرض أنه بيحافظ عن نفس قدرته القديمة بس يعني بيتنكر كل مرة بشكل مختلف تخيل كيف بدك تعرف لهذا الشخص لم يعمل انفكت لجهازي بيكون بشكل A لم يعمل انفكت لجهاز ثاني بس يكون بشكل B لم يعمل انفكت لجهاز ثالث يكون بشكل C فكل ما يتغير كل ما يتحور فكل ما يصعب عليه نفس اللي بيكون يتخفى مثلا بيغير الكود عشان يتخفى مثلا من ملف لملف عشان انه ما يبين مثلا مثلا بس ينتقل بس ينتقل هو قاعد ينتقل بغير الشفرة أو الكود عشان يعني هاي ابدا مش شغلة سيدي هاي شغلة ابدا مش سيدي حرب طيب في عنا برضو ملتي بارتايت فيروسز وهي عبارة عن فيروسز ديزاين تو انفكت ملتيبل فايل تايبز هاي فيروسات بحكي لك انا ما بستهدف ملفات الايكس اي وبنتشر لا بستهدف ملفات الايكس اي الدي ال بستخدم ملفات المس اي مثلا بستهدف ملفات الورد كذا هو بيعمل استهداف لمجموعة مختلفة من الملفات عأساس لو تم اكتشافه بشكل معين يكون موجود باشكال مختلفة يكمل الانتشار فيها في عندي اشي اسمه الاستلف فيروسز اوكي هي عبارة عن فيروسات بشكل مؤقت بتمحي الكود تباحها من الهاردسك تخفي حالا الهاردسك يعني انا فيروس موجود بشطب الكود تبعي اللي موجود في الجهاز فبشكل عام الانتفيروسز ايش بتعمل بظلها تعمل سكان على الفايلات الموجودة على الجهاز فالفيروس هذا متخفي في الممري اوكي مجرد ما يصير افن زي انو يطف في الجهاز او بديعم على الريستار او شغلة زي هيك بيرجع بكتب حالا مرة ثانية وهكذا فانت بتدور عليه بالهاردسك مفيش وين قاعده بالممري قبل ما تطف في الجهاز برجع برجع حالا على الهاردسك انسون فبظل متخفي هذا عامل فيها المقنعة تمام اي سؤال الان طيب المالويرز كمصطلح اذا سوفتوير ذات هات ماليشيس انتنت اوكي اذا مصطلح المالوير حكينا عن الورم والفيروس وحكينا هسا عن مالوير المالوير هو يعتبر النوع الكبير هذا الفصيل الاساسي كل الاشياء تندرج تحته تمام الفيروسات المالوير اللوجيك بومز التايم بومز كل هاي الأشياء تعتبر أنواع من المالوير المالوير هو عبارة عن برنامج خبيث في منه أنواع كثير زي الأشياء اللي ذكرنا كل هاتها من قبل فالمالوير نعرف فكرة انه هو عبارة عن النوع الرئيسي بتفرع منه كل هاي الأنواع حكيناها قبل شوي وفي عندنا نخ applications Adware, Spierware, Virus الفيروس goes pelos scanner które korb 59% Adware and Spierware not physically destructive like the virus and the worms Adware and Spierware they are notacoustrated such as the virus and badmower they cannot kill but theyprov 기暴 لهم يعني أثار جانبية مثلا تمام بيحكي لك نون إنهم بيعملوا كليكتفلي فبيحكي لك الفكرة منهم هنا إنهم بيعملوا على مثلا يطلعوا لك إعلانات مثلا إنهم يحاولوا يتبعوا إنت إيش بتفتح مواقع ويخذوا المعلومات هاي ويبيعوها لشركات الإعلانات مثلا إنهم ينزدوا برامج إضافية على جهازك عشان يسوقوا لبرنامج معين أو يغيروا مثلا الفيفوريت سيرتش براوزر تبعك لشغلة جديدة فهي الشغلات بتكون عن طريق الادوير والسبايوير فالادوير بيحكي لك يعني نشرح عنهم بأكثر تعمل دسبلي لسبونسورد أدفرتيزمنت من اسمها آدوير آد يلي هي اختصار لآد آد وير اللي هي سوفت وير أخذوا منها الوير وحطوا الاد صارت آد وير تمام فالفكرة من هذا النوع من الماليشيس يعني أبليكيشنز إنه بيطلع لك إعلانات مدفوعة تمام مثلا أنا بعمل إنفكت لجهازك بصير أطلع لك إعلانات أنا ناشرها تمام فبصير يجيني دخل مادي من وراء المشاهدات تبعتك للإعلان تبعي تمام بس أنا بجي برقة تشوف الإعلان هذا مش بكيفك كلما تفتح موقع أنا إعلانات بتطلع على هذا الموقع تمام مش إعلانات اللي بقدمها الموقع نفسه فهي تعتبر آد وير السباي وير بتكون عبارة عن برنامج بسموها بيقي باك بروغرامز هاي البرامج بتكون يعني برامج زي اللزقة شو بتعمل بتحاول تجمع عندك معلومات بتحاول تعمل تراكينج للمواقع اللي تفتحها وين بتروح وين بتيجي شو بتعمل حتى ممكن إنهم يخذوا الأشياء اللي بتكتبها بالجهاز تبعك على أمل إنهم يلاقوا إيميل باسوورد كردت كارد إنفورميشن شغلات من هذا النوع طبعا فيه كتير برامج دعوة يا حبولة إذا ما تكون تحضر فيه مع إيش بس يكون يطلع لك أعلانات مثلا أدخل رقم التليفون بعدها أو الرقم الهوية بالضبط هذول سباي وير بيحاولوا يخذوا منك معلومات بيحاولوا يسرقوا عنك شغلات عشان يستهدفوك بهجمات وهذه شغلات من هذا الغبيل كل ياته هاي تعتبر ماليشيس أبليكيشن فالآد وير زي ما حكينا هي عبارة عن سوفتوير بيعمل دسبلي لأدفورتايزمنت مدفوعة طبعا وداخل المتصفح تبعك أو ممكن عن طريق مسجد جسيكا عشوائي تعتبر ممكن الانتي فيروس اللي عندك ما يعترض عليها ويحكي عنها إنها فيروس بس تعتبر شغلة جدا يعني ومزعجة وهدف منها أصلا تخلي المبرمجين يطلعوا يعني يدخل من وراء هاي الإعلانات تمام؟ وممكن مثلا إنها تلزق حالها بالمتصفح تبعك يصير طلع لك إعلانات داخل المتصفح بس برضو المثلا كروم سفاري وكذا بيعملوا في عندهم فيتر اسمه بوب أب بلوكس بلوكس بتعمل بلوك للبوب أبس هاي اللي بتطلع مثلا بتطلع لك بوب أب بشكل معين تقدر تعمل إليها حجب يعني هاي اللي بلوك أب ممنوع تطلع حتى صار لما يشير يطلع بلوك أب أو بب أب بيجي يحكو لك إنه في عنا بب أب وحط تطلع تسمح فيها ولا لأ and so on The spyware is unwanted تفضل في أنا محاضرة بشيء بأثرت ذقائي بس نخلص السلايد هذا إن شاء الله ونكمل المرة الجاية حتى يعني نتكد نخلص المرة الجاية طيب spyware هي عبارة عن نفس الفكرة unwanted piggyback program that usually downloads with other software you install from the internet وهاي النوع من برامج تشتغل background فأوقات مثلا بتروح بتنزل برامج free مثلا تروح بتلاقي برنامج لشغلة معينة تلاحظوا انت بتنزل فيه بجي بيحكي لك بدي انزل معاي برامج الفلانية تمام؟ هاي كلها تعتبر spyware بيحاول يعني يخليك تنزلها بالعقل كونها ممنقرأش نعمل next 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 بتلاحظ ولا ننزل أربع خمس برامج مع هذا البرنامج وممكن يكون برامج بتأذيش ممكن تكون برامج لأ يعني عدفها سيئ وفكرتها إنهم يجسسوا عليك يخذوا عندك معلومات ممكن حتى تصل فيهم زي ما حكيت إنهم يخذوا الكوكيز تبعونك مثلا ويحطوا إشيء اسموا الكوكيز داخل المتصفح تبعك هاي كوكيز عبارة عن زي شغلة بيتميزك عن باقي المتصفحين على الإنترنت لما تدخل على الفيسبوك من جهازك مباشرة بيعرف إنه هذا إنت لما تدخل من جهاز ثاني بيطلب منك يوزر نيم باسبورد وهكذا فهاي الكوكيز عبارة عن إشي بيميزك موجود في البراوزر تبعك فهم أوقات بيجمع هاي الكوكيز عشان ينتحل شخصيتك ويوصل للأكاونت تبعك وشغلات من هذا القبيل وأوقات ممكن يكون على شكل كيلو كرزة ما حكينا ويجمع الكيستروكس الكبسات اللي بتكبسن إنته ويحاول يجيب يوزر نيم باسورد كردت كارد انفورميشن أي شيء من هذا القبيل تمام؟ طيب آخر شغلة عندنا هنا اليوم موضوع الاسبام موضوع يعني فكرة الاسبام هي عبارة عن جنك إيميلز عبارة عن جنك فود يعني الأشياء اللي تعتبر جنك يعني زبالة أو شغلات زيكة الفكرة منها أنه إيميلات مزورة إيميلات مخشوشة بتحاول تخدعك تحاول تضحك عليك لحتى أنك تكبس على شغلة تدخل معلوماتك في مكان والله إنه إحنا قاعدين بنعمل مينترنس لأكاونتات الجامعة وإحنا لازم نخذ اليوزر نيم باسورد تبعك أو أنا والله صديقك من شمال أفريقيا وأنا مقطوع وبدي أحول المصاري اللي عندي قبل ما تمسكني الشرطة وأنا رح أعطيك نصهم بس حول لي أول شيء أنت ميد دولار عشان تأكد أنك أنت صادق وأحول لك المبلغ كامل فكثير هاي نوع من الاسبام ميسجز تنتشر عن طريق الإيميلات وحتى ممكن تأتيك إيميلات فيها ملفات زي PDF أو Word أو Excel أو XE وتنزلهم ويخترقوا جهازك لهذا السبب فإنت لازم واحدة من الشغلات جمال في خيار عشان هاي القصة باسمه تصفية البريد بالضبط في خاصية بالبرامج نعم بتحجب لك هاي مواضيع السبام زي إشي اسمه سبام فلتر ممكن مثلا أنت الإيميلات اللي بتيجيك مثلا وإنت شايف إنها عبارة عن إيميلات سبام وجهات مثلا والإيميل سيرفز اللي بتستخدمها ما صنفتها على إنها سبام ممكن تروحتك بس عليها راتك ليك وتوديها على السبام هيك بميز الإيميل سيرفز تبعتك إنه هذا النوع من الإيميلات سبام بصير يحجبها عن باقي المستخدمين وأوقات مثلا ممكن تستخدم برامج مثلا إضافية تحذرك إنه هذا الإيميل سبام ولا فعلي ولا كذا وصار أصلا في AI يتساعدك بهذا الموضوع طبعا أوقات ممكن يصير في عندنا مشكلة بالتصنيف للإيميلات لأنه صار يستخدم أوتوماتيك تولز تطلع على الإيميل وبصور تقرر إذا إنه سبام ولا مش سبام فصار الإيميلات الفعلية اللي مش سبام تتحول على إنها سبام فطبعا اليوزر بيحتاج هنا يتخذ إجراء إنه يدخل على سبام ويطلع عليهم فترة لفترة ويشوف أي إيميل إيجاء وهو فعليا مش سبام يرجع يعمل عليه مثلا ريكلا سيفاي ويحكي للإيميل سيرفيس إنه هذا الإشي مش عبارة عن سبام ويفك عنه الحظر تمام فهذا الإشي يسيد من دقة التولز ويقلل من الأخطاء اللي ممكن ترتكبها فيعني هاي بعض التكنيكس والأشياء اللي ممكن تستخدمها طيب أي سؤال للآن شباب خلنا نزل حضوروا لي الله يعافيكم إن شاء الله المحاضرة الجاي منه بإذن الله هاي أنا زلت الحضور الغيابة تقدروا تغادروا حضور جاي إن شاء الله الله يعافيكم راح نمشي على السلايدات لآخر المادة إن شاء الله وننهيها تقريبا نطلع علينا كمان ما يقارب الـ 25 سلايد نخلصه من مرة جاي إن شاء الله وبينكون هيك ختمنا المادة آخر محاضرة هتكون آخر محاضرة نعم آخر محاضرة إن شاء الله يوم الأربع آخر محاضرة مرة ثانية آخر محاضرة آخر محاضرة